بعد حركة الهجرة الغير مسبوقة التي شهدتها أوروبا خلال السنوات الأخيرة بسبب الحروب التي افتعلتها الأنظمة العربية ضد الشعوب بعدما ثارت على الاستبتاد وسؤال أوضاع الاقتصادية وأيضا ممن وجد الفرصة لركوب موجة الهجرة أدى ذلك إلى تصاعد القلق على الصعيد الدولي مما استدعى الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على حل المشكلة والتي بدأت بها من وسط الأزمة وليس من بدايتها وقد دعت إلى عقد قمة رفيعة لمستوى والتي اعتبرت أول قمة يلتقي فيها قادة ورؤساء الحكومات في العالم لمناقشة أزمة اللاجئين والمهاجرين وإيجاد الحلول لتلك الأزمة ما هو اتفاق الهجرة ولماذا قررت للنمسا الانسحاب منه؟ أبدأ أولا بتعريف اتفاق الهجرة المزمع توقيعه وأهم مبادئه فبعد مفاوضات دولية ومناقشات استغرقت عاما ونصف اتفقت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص الاتفاق العالمي للهجرة الأمنة والمنظمة والمنتظمة والذي سيعتمد رسميا في المغرب في شهر كانون الأول لهذا العام حيث تضمن الاتفاق حددا من الإجراءات والتدابير لإدارة الهجرة بشكل آمن ومنتظم وضمان حقوق المهاجرين ونتيجة لذلك اجتمع 193 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك في التاسع عشر من أيلول لعام 2016 أعلن فيه الرؤساء التزامهم بالمفاوضات حول الاتفاق العالمي لللاجئين والاتفاق العالمي للهجرة الأمنة والمنتظمة وقد جاء في نص الاتفاق والمكوى من 25 صفحة وتحت عنوان اتفاق عالمي حول الهجرة الأمنة والمنظمة والشرعية إن الهجرة جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ ونقر بأنها مصدر للإزدهار والابتكار والتنمية المستدامة في عالم يتسم بالعلمة وأنه يمكن تعزيز تلك الأثار الإيجابية من خلال تحسين إدارة الهجرة أهم المبادئ في نص الاتفاق الاستناد إلى المواثيق الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان في التعامل مع ملف الهجرة الاعتراف بالسيادة الوطنية أي حق للدول تحديد سياستها الوطنية حيال الهجرة التعاون الدولي للحد من الهجرة الغير نظامية وضرورة السيطرة عليها وتنظيمها التنسيق المشترك ضد عمليات التاريب والإتجار بأرواح البشر إجراءات ملموسة يمكن من خلالها دعم الحكومات المضيفة في حال واجهة أزمة لاجئين دعم بلدان المنشأ للعودة إليها بأمان وكرامة وبالرغم من أن المشروع يحفظ سيادة الدول مع الاعتراف بأنه لا يمكن لأي منها أن تواجه قضية الإجراء بمفردها إلا أن هناك بعض الدول قررت الانسحاب من الميثاق العالمي للإجراء حيث في نهاية عام 2017 أعلنت الولايات المتحدة عزفها عن المشاركة في وضع هذا الميثاق وذلك نتيجة لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث قال أن الميثاق يتضمن نقاطا تتعارض مع السياسة الأمريكية حيال الهجرة كما أعلنت هنغاريا في الثامن عشر من تموز انسحابها أيضا قائلة بين الاتفاقية العالمية تشجع ملايين الناس على الهجرة مما يشكل خطرا على العالم وبذلك فإن هنغاريا تعلن وبضوح أنها لا ترى في الاتفاقية أي توسيلة للتقدم للأمام بل هو خطر على العالم كما أعلنت النمسا في الواحدة والثلاثون من شهر تشفين الأول عن انسحابها رسميا من ميثاق المملك المتحدة المرتقب بشأن الهجرة وأكد المستشار النمساوي سيبسيون كورتز ونائبه آينس كريستين شتراخي أن النمسا لن توقع على الوثيقة أو ترسل ممثلا رسميا لحضور قمة مراكش وهذلك بسبب المخاوف بشأن فقدان السيادة الوطنية على مسائل الهجرة واحتمال تضييق التمييز بين الهجرة القانونية وبين الهجرة الغير قانونية بالإضافة إلى أن الميثاق قد يحول الهجرة إلى حق من حقوق الإنسان ونمسا ترفض هذا الكلام وأعرب الاتحاد لأوروبي عن أسفه لقرار النمسا واعتبر رئيس جمعية العامة في الأمم المتحدة أنه لا ينبغي النظر إلى الميثاق على أنه تهديد وقال أن الوثيقة يجب أن تعتبر أول من الصالي التعاون مع ظاهر الهجرة في العالم وقالت الخارجية الألمانية أن الميثاق لا يحد من سيادة الدول بل هو إعلان نوايا سياسي للمجتمع الدولي غير ملزم وهو ليس باتفاقية وسيساهم قرار النمسا في إضعاف موقف الاتحاد الأوروبي دوليا إذ لن تستطيع بروكسل التوقيع عليه بإسم الدول الثمانية والعشرون وذلك بسبب معارضة بعضها مما يعني أن العواصم التي ترغب بذلك ستوقع عليه بشكل فردي وما تزال هناك بعض الدول والحكومات تضغط وتحاول التنصل من تلك الاتفاقية يذكر أن هذا الميثاق يعتبر أول وثيقة دولية تم التوافق عليها منذ شهر تموز الماضي لإدارة ملف الهجرة واللجوء بشكل جماعي ومن المنتظر تبنيها في العاشر والحادي عشر من الشهر القادم في مدينة مراكش المغربية ويبقى السؤال المفتوح هنا ما الذي ستبني عليه النمسا من قرارات جديدة على ضوء عدم توقيعها للاتفاقية؟ سؤال ستجيب عليه الأيام القادمة شكرا لمتابعتكم ألتقيكم في مختصرنا المفيد القادم شكرا للمشاهدة